اشتركوا في القناة بس لحظوا الشياكة اللي في الصورة مودة البندانة بصوا حتى بندانة ما تركزوش في الشعر الأكرت اللي طالع من الجنبين بس شو مو البندانة اللي على الراس هوق شوفوا النظرة اللي فيها اللي فيها ماش حاجة هيدي نظرة فيها يعني لا فيها معاني دي وقدة بوكسين في عينيها جايين بالطول يعني مش بوكسين دي وقدة متوتين هنا هو سيبك ركزي في فتحتين المناخير دول ايه دول بصين الفتحتين مش في مكانهم وبعدين دي صورة البطاقة فاكرها اللي فوق مش بندانة دي كانت متعورة ومبتوحة في دمخها ومربطينها بصي أنا بقى بصي بصي الأنوسة بصي بصي والشهاك لشفت وللفت ولحقن بصي الجمال متزبطة على السنجة بصي الجمال في ايه؟ فين الجمال ده؟ الشفايف الشفايف ملحة فين شفة فوق دي شلضيم مش شفايف لا هي شلضومة واحدة اهي اللي تحت واللي فوق ايه؟ بصي بقى الفرق اللي في الشعر كأنها واخدة فاس في النص حد عطيها فاس كده اهو بصي بقى جي اللي يتقال عليها بندانة أمال دي ايه؟ وبعدين عارفها السورة دي بعد الضحية التالتة طلحت على غزال غزال المثورات اه؟ كليبطرة بس له غزال لا كانش غزاة Valladol كان جد 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 غزال اللي هو القرد بقى روحت عندي عامو أرد بس كويس إن التاريخ شلنا الصور دي شوه شلنا 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 أنا مشلولة وإحنا ليه قلنا بيت راية وسكينة طالما العلاقة كده دي منظر صور نعمل عليها برنامج بس بصي قالك إيه بيت راية في الأول ما قالش سكينة نقمة عشان راية كانت المسنة الكبيرة الكبيرة المحرضة اللي مبووزة عيلة المسيطرة اللي مبووزة بيت كامل مين دي دي ده عبارة عنني واخر من مناخير وشفتورة تحت طب انت عندك شفتورة يعني في بق أنا بقى تفراجي عندي جرام تسول بقس عاملة كامل طب أقولك على حاجة لا أنا أقولك على حاجة اتصدق احنا نغير الاسم ايه بيت مين بيت حلويتهم لا بيت رورو وسكسك ماشي لكن بقى مش موضوع بقى أو بيت الطلبة سكسك طب نعمل نفسنا نعمل نفسنا مش عارفين احنا فين انا اتبرت منها عمومة وانا اتبرت منها خلاص انسي 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 اه فاخر الحلقة حنقولكم ليه سمينا البرنامج بيت رايا وسكين ليه 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 من غير ليه 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 في البيت شوي دخلت الكنبة قدت النوم وجبت الكرسيين دول من الصفرة اه بس دول بيلفوا ما انا عايزك يبصي ادواخك كده تروحي منهارة تحطي دماغك ما تقوميش والدواخيه ليه اه اه لا ليه عدوك ابن برنامجك ليه اه كده بقى ده الدنيا سيارة وفيه كورونا يعني العالم ده ممكن نصه يروح وتكون انت من قوائل الناس اللي عتروح لا 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 انا عادي اقولك الحي الشارع كله ممكن يروح لا لا ليه المشاعر دي لا بياخدوا بتوع الجاردن سيتي الاول يا شيخة بتوع حدايا الاهرام عشان منطقة جديدة اه انتو ناس يعني لا ما انا مستجنوا بجاردن سيتي انتش هره انا فيه تجمعوا الخامس طيب دفع يبدأوا بيهم بجد بيقولك حناخد اللي جنب المطار الاول اه انا عارف احنا مطولين في الازمة ليه طول ما فيه النفوس دي الاشكال دي الازمة مطولة يا جماعة حنصفي حننظف من جوة حنبيض ربنا هيكرمنا طيب ببيض دي انت الاول يا انتصال ده انت السواد انا ايلالك يا محمود ايلالك مستليمة مستليمة ده انا الغلطانة ان انا جبتها معايا في البرنامج كانت قاعدة مولا شغلة ولا مستجنة اه فعلا على فكرة انا كان عندي برنامج ازاعة ازاعة ولا حد حيشوفك صوت وممكن كمان يقوله مش انتصار انا صوتي مميز اشي انا ما اجب لا 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 عطستين من دول من البقء ده حبوزي الستوديو كله ايه البقء ده ايه اهشة فاتيرة اه ده ده بقء ده حتم سليمان على فكرة انت اعتفضلي تفرطي في الوقت كيه تضيع الوقت او ما نقولش اللي احنا جايين نقوله يعني حاجة اقولي ادوها الميكروفون هي مسكة الميكروفون على طول الاكل اه وبعدين طبعا اما اتكلم على الاكل طبعا انت لازم تركزي معايا ليه ايه لانك اسا انت محبة للأكل انا وتعشاي الاكل جدا وبعدين يا جماعة احنا ليه كل المناسبات في حياتنا مرتبطة بالاكل ده اللي بيجي يزورنا بالصوت فانقوله تتعشى اه تتغدى اه عافيك او كان جاي ياخد حاجة وماشي ومش معات غدا اتغديت اهل كرم اتعشيت الساعة تتب الليل ما مؤكد اتعشى اتعشيت فليه كل مناسباتنا وزياراتنا وافرحنا واحزننا على فكرة حتى في الحزن يقولك في الحزن لازم في البيت تيجي تاكل اه واحنا مش هنطبق بقى للميت والزوار اللي جايين يزوروا ويعزوا بس كل العظمات كوم ورمضان لوحده بند تاني خالص ربنا خلانا نسوم طول اليوم نوفر التلات وجبات ونقضيها واجبتين بس الوجبة الاساسية اللي هي الفطار دي بستة وتلاتين واجبة اللي بتوفريه فطار غدا عشا وبعد العشا وبين ان بين الغدا والعشا كله بتحطيه في بند الفطار بند الفطار وبعدين ايه بقى مش صنف ولا صنفين لا 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 ده الصفرة بتبقى عامرة عمرك شفت حد قبل الفطار بيبدأ يطبخ قبلها بخمس ساعات يعني تبعتش حد الاول لجيبلك حاجات السلطة وتكلمي اللي جايين بقى يعني بتكلمي بقى جوزك وتكلمي عيالك وانت جاي منساش الترشي وانت جاي منساش البليلة دي الست المهملة الست اللي بتبقى مش عاملة حسابها وانت بتعمل حسابك في المخلل لا انا عاملة حسابك في كل ده بيجي تظهر بساعة بساعة لا 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 عشان انت بتجيبي من بره الحاجات دي انا كله في البيت والبيت كله عمران والبيت كله متخزن وست كده بقوم اطلع من الديب فريزر ومن التلاجة وابتدي اعمل حاجتي لكن ايه وانت جاي هاتلي بشلم مش عارف ايه وانت جاي هاتلي بخمس ساعات مش عارف ايه ده ايه ده مش حال لو ما كنتش سمعك بويدني بتقولي له وكده بقول لي مين ده ايه ده ايه احنش هتقداري تغياري مش هخوش في حوارات شخصية شكلي قدام جمهوري جمهوري عارف بضارة كويس اه عندنا بقى عزومات غير رمضان ايه رمضان ده بند بند الاكل فيه تقريبا هو احنا بنحوش له من اول السنة وهو بند ثابت يعني يقول لك اعملي جماعية عشان رمضان دخل علينا اه انش بتعملي جمعيات لا انا عندي رصيب جامد بجد اوه ومعنديكيش جماعية للعيد الصغير لا لا جمعيات ايه دل ومعنديكيش جماعية للعيد الكبير لا انا بروح الجماعيات الخيرية يبرا اول لسه حامل جمعيات انا بروح عالجمعيات على طول بس ايه اقولك على حاجة رمضان ثابت لكن في بقى مناسبات متغيرة يعني مثلا الولاد نجحه عزوم فيه السنوية العامة اه لازم نحتمل السنوية العامة طبعا ولازم كل اهل ابوه اهل اوله بيسو يجوا يجيبوا هدايا عشان الواد نجح بيسو نجح في الابتدائية وجابوا واحد وخمسين ونص كتاكوتة كتاكوتة اه كده مش بين من الارد بيليا جاب الاعدادية من اول سنة بس حتتعمل له عزومة ولا كانه عريس هنتباح له اه ده كتاكوتة ايه كتاكوتة العين الشمال اه طبعا جابت ملحق بس انا مش هجيب سيرة وحتباح لها زي اخوها يعني هتقولي انها نكحة عادي عشان خاطر برضو وشك قدام الناس ولا العقيقة بقى بتاعت الولادة بتاعت السبوع اه اه البت نجات جابت توينس هو توينس السبوع غير العقيقة اه متهيقلي السبوع اه برضو بيبقى في الكوسكوسي وبيبقى في بس العقيقة يعني بتتدبح في يومية يعني عقيقة وسبوع العقيقة الدبيح يعني ده يوم وده يوم اه امتالي اللي بيتعملوا يوم واحد انا مش عارفة اه يعني اي تكلفة وخلاص يعني اتلاعنا من الحمص لا وفي ناس يقولي بقى بس عشان نبين بقى العقيقة الوحدها في يوم والسبوع بخير وبقى لا تغذيك كبيرة تغذيك كبيرة خد اه دلوقتي من كتر العز الوز بقوا يعملوا العقيقة بره البيت ما يتبحوش في البيت عشان العقيقة دي سنة كاللي بالك لا اه حد بيعملها لهم عشان هما ما يتبخوش ايوه طبعا وما يعملوش الطبيق طبعا كل العيلة تتنقل في مطعم انا عملت كده في السبوع بس ده من في السبوع بنتي هايدي الخروف طلع من بره بره بس من ضمن جمالها كان يبقى في البيت بتعملي كل حاجات دي واهل البيت لان دول اهلك ما انا قلتلك اما مش جايز زوار يعني انا ست غنية فبعمل حاجات فوق الوصف وبتحبي فلوس الجامعية فلوس الجامعية الخيرية الجامعية الخيرية بروح على على طول لا ده انا عايز اقولك حاجة بقى في حد يعمل عزومة في المرض يعني يبقى طالع من عملية وشفالة ودفعين دم ألبهم في المستشفى يقوم المريض يروح بدل ما يرتاح ويعمل نقاح وعليك طبيعي انه معاملين عزومة عزومة ايه الحمدلله تلعم المستشفى طب يرتاح بقى حمدلله ربنا شفاه وعفاه طب يرتاح بقى لأ ازاي خالته وولاة خالته بتعمته ولاد عمته ولاد عمته ولاد عمت يلا بقى يلا بقى نفكة عن نفسينا انا عزماتو بهم نزبط انه طلقني في البيت والا برا انت وحبيبا عايزين ايه في البيت والا برا عايزين ندق في البيت وبعدين بره أوكي يلا حبايب يدنا اتطلع ممكن نرجع تلعى البيت؟ أوه نرجع البيت بقى نعمل بارتي أوكي ياختي كبرتي واتطلقتي ياختي نطلع تقرير ونرجع استنونا ايه اخر عزوما انت عزمتها ماشي كلمة يكت عقيقة برد بس كتل ابن بنتي والله واحد لو اشتروا باية جديدة صاحب يقولوا لازم انت اعزننا لحاجة ايه اصلا اموت سيكل العربية اي ان كان احنا اصلا شعب يحب الاكل اكيد طبعا انت لو رحت خطبت لازم تعزن احنا اكتر حاجة عندنا العزومات زي ايه بس وليمة عقيقة فرح اي مناسبة اي مناسبة لازم ناكل فيها او اشتريت اي حاجة حتى لو عزمت احد لازم برضو نعمل حاجة طب انت لتحب العزومات اصلا لا احنا عاملين تقرير عن الاكل عن الاكل هتساعدني فيه او لا هساعد ايه اكتر عزومة انت توردت فيها عزومة توردت فيها لا يعني بلاش اقول لا عادي اقول ايه كتعزومة نساي بختي انا اللي عملت الاكل كله راس وممبر وكوارع وكل حاجة كرشة اطبر فشة كل الحاجات دي اللي الحاجات دي ايه اكبر عزومة انت تدبست فيها هو لسا لعب اتدبس في رمضان كتير بيحصل ايه بيحصل لانا بجيب العيلة كلها عندي في يوم في رمضان وباعزموا كلها تعمل بدرية طلبة تعملها باي باي وانت صار بالإيدي تانية باي 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 بيقوللي باي باي في بقى عزومة بس بتبقى رخمة قوي وفي ناس بطلتها وناس ما بطلتاش ايه دي؟ العرايس الصباحية لا لا دي غير ساوية وانا اتهيالي ان هي اختراع جديد يعني من دون الحاجات اللي بت لا كان بيروح لها باباها وممتها وبابا وممتو لا العيلة لا في الاول الصباحية الصباحية العيلة وكل واحد ياخد هدايا والعروسة يعني مضطرة بقى تقوم تعزم بقى عايز اقولك بقى ان بيطلعوا من الفرح لسه عليهم حساب بتاع القاعة اللي كانوا مأجرنا للفرح وعليهم ديون وكمان بيبقوا عاملين جامعية عشان فلوس الصباحية بتاعة الاكل وبتترد للاهل بقى في عزومات تانية الخلفة ويلا بينا نعمل فرح للبطل وانتش عندك الكراسة؟ كراسة السفرة؟ اه عندك؟ دي برضو قديم دلوقتي بقت ايه احنا فاكرين ومركزين طبعا بس برضو يعني افض ربنا اخدك يعني ومت تبقى الكراسة موجودة اصدحقوق لا ما انا بقى سايبة الموضوع ده على الله وعليه كنت تسجي ورايا طب اكتبيلي كراسة؟ لا 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 هم حيجوا يمسكوا في اخنائك يقولونك دي عليها بلاوي عليها بان طبعا بيتاخد ما بتردش لا انا بحب الهدية وبانسى قوي بقى من عنده ايه؟ طب نكتب في الكراسة؟ لا لا خليها كده ده انا بستخد اكتر يا جماعة الكراسة دي هيا هي اللي الواحد بيكتب فيها النقطة بتاعته النقطة بتاعته اللي جاتله في السبوع وفي الفرح وفي جواز عياله وفي تعليم عياله وحتى لو حتى عزومات في بيوت لا مع نفسك بقى جيب لا انا باخد هدايا وما بردش يعني انت نويت اخلايا من الكراسة؟ مش نوي يخلع لا انا خلاص هما الناس عارفين انا باخد هدايا وما بردش طب انا عندي كشكول تستلمي لا مع نفسك رد انت انا مالي او انت تتهاجي وانا هاجي لا تعالوا يا جماعة تشوف المشهد الكلاسيكي في موضوع العروسة والعريس ده اجمد عزومة في السينما المصرية انا بقى حاب اهمل صنية رؤاء ايوه ودقيت ورق عينب اه ودول بقى مش عاوزين يحلوا اتنين كيلو موز اه على اتنين كيلو برتقال اه اتنين كيلو موز اتنين كيلو برتقال اتنين كيلو ورق عينب وصنية امام وصنية بط والبوفتيك لازم البوفتيك عشان ما حاجز يقول حاجة انت عامل حفلة ما انا حقول لي نبيلة وجوزها كمان بالمرة ييجوا اه فكرة فكرة ان شاء الله ما حدت عزم ولا حد تفع بصي الجمال فعلا كل الامهات كده انا كانت ماما بقى تعمل ايه الصفرة تبقى عامرة من خيرات ربنا لكن لازم الشبسي لانها كانت شطرة قوي في الشبسي اه بتعمله بيتي بيتي فعايزة بقى توري المهارة عشان يقولونها شرياء اه اه احلى متجاهز اه فكانت دايما فنقول لها ايه لازمته يعني الشبسي مش ماشي مع الحاجات دي تقول لي ما انا بحطه تحت اللحمة بحطه تحت الفراغ اه فعلا بيعودوا يتفننوا وصفرة مين الاحلى صفرة مين عزومة مين اللي كانت اشية اه بس تلاحظي ان جاب يعني طلبة وز وبط بوفتيك ما لو ما عملتهش هيقولوا بص اللي ما عملتش البوفتيك ما عاملة بط ووز وهي وهي معدية كده ياكلوا وش هيقولوا يلا يا اللي ما عملتش بوفتيك وبيقدروا ياكلوا من ده ومن ده ومن ده زي والعين بيبصوا بس بعنيه اقولك ليه لان البطن ما تشيلش ده كله لان دايما يقولك الصفرة تبقى فيها من انواعه اللحمة مع الزفر مع مش عارف ايه لازم وعايز اقولك بقى ان الطبيق ده بياخد باليومين يوم تسوي وتسلقي وتجاهزي والصبح تحضاري بعدين تريحي وبعدين تسوي قبل الغداء اما اللي بتعمل المحاشي بقى ياه اه جوحتي في عزومة بقى جامدة اوي ايه اتعزميني اعزميني ليه ليه اعزمك اذا كان انا بصور معاك وبقدر الوقت ده معاك بالعافية كمان اقعد معاك على الاكل ده اللقمة ما تنزلش يخونك المخلل ده مره مره جبتش برطمان عدمان صدمان اتنين كيلو مالوش اي لازمة وعيني كانت فيه عشان تبيعارفة طب رجعي فباللومة ما نزلتش رجعي على فكرة خيس ارجعلي ما فيش على الخاصم المخلل اه اللي قال جابونا الحادق وحسدونا على الحلو لا يا حبيبتش عاملالك ارجعهولك حباب كلفت ولا بتاع عشان مش فاكرة لا كنت جايبالك مخل الخيار ولفت وكرنابيت وجزر ولمون ولا بيحوق في حاك اه يلا مبانيش من خايف دلوقتي لا ولا قاعدة في البيت وخايف ملكوكو لا ومصممة ومسرة احنا المصريين اوكي يلا يقولوا اللي قلوه هرجعلك واخليلك اسموت بقى رجعي يا حبيبتش رجعي يا حبيبتش بس يرجع مليان مش فادي متاكل لا حيرجع مليان يا حبيبتش ده مخلل اه اما لو جايبها ألماص بقى كناولني ايه اه برنامج الجماعة فيها عزومة اسمها عزومة المراكبية ايو عرفان عزومة عرفها ليه وانها أصل المراكبية مجموعة المراكبية اسكندرانية دا فيها سجعة عزومة المراكبية مش اسكندرانية اهه وشك في الحت وقفاك ليّا وشك في الحت وقفاك ليّا السلم بيينزل الموسيقاء لا حكمل هالك إنشي من جانبي يا وليا امشي من الحتة دي عزومة المراكبية دي يا جماعة ما فيش عزومة اساسا بس هو عزومة تتغدى طيب بوك نشوفك بقى مع السلامة لا دعنا في التلق تتعشى بشاي طيب سلامه عليكم الراجل لسه ما قالش عشب شاي ولا ما شابش شاي فدي بنسميه عزومة المراكبية بس يا ليه اصل حكاية بيقولوا حكاية ما كده ان المراكبية لما بيكونوا راجبين المراكب وراجبين بيعدوا على بعض وهم في المراكب بيقابلوا بعض في المياه عزومات فعيعزموا بعض ازاي وهم في المياه لا في بارتايا ولا في بابورو ولا في البتاعة على فكرة كل حاجة موجودة في مركب الصيد تحت المراكبية تعالي بقى عشان كده عزومة مراكبية هو جاي يصطاد ويسترزق ويشوف حياله ولا بيقابلوا بعض في من الشياء كان هو يقولوا تفضل هي دي عزومة المراكب اتفضل لكن مش هيقابلوا بعض أصلا اتفضل في البحر اه في بقى وانتي بصدق لحكاية ذي اه طبعا اه واحنا مش اسكندرانية ولا اه بس انا مش عابة اتفضل لين انت مززق من لا لا انا اسكندرانية اه اسمها ايه اللي انا من بحري انت من هتقول لي بقى من سبارتينج و لا 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 دا الترام دا الترام الزرق انا الترام الصفر انت الصفر وانت الصفر عايز اقول لك يا جماعة قصة تعطى الترام دي مهمة جدا للي مش اسكندراني احنا كان عندنا خط ترام قديم هنا بتقوله تورماي في القاهرة لكن في اسكندرية يقولك ترام عندنا خط ترام قديم لونه اصفر الخط دوت كان بيبدأ من القلع من بحري كده جوه وينتعي في الابرهامية في كمب شزار في كده الاماكن اللي معروفة دي لما جدت اماكن في اسكندرية نتيجة ان فيه كسافة سكانية فبدأوا يعملوا خط ترام تاني جديد ياخد من المسافة اللي في النص دي ويمتد لغاية بقى ممكن يكون اقوى المنتزى غاية فيه معلومات غريبة وبتقولها غلط يعني تسيب العشل خبازه تقولك الترام الصفر بتبدأ من القلع لا بتبدأ من عند قصر راس التين ده فرق محطة معلق محطة ايه لاي حبيبتي يا بنتي من القلع على ستين محطة تلات اربع محطات تلات اربع محطات ايه ده ده انا بقى تمشى على رجلي المحطتين دولت فيهم نص جنيه زيادة بتظلم المنطقة بصوا بصوا يا جماعة معايشي حنرجع بقى تاني ونكمل كلمي كأنه ما حصلش حاجة هتعمل لي من بحر هيا من بحري مش انا طيب بقى تسيمي بقى بحري الاهلاها من راس التين خط ترام وبعد كده عملوا الترام التاني لونه ايه ازرق لون البلوزة دي عشان ده بتع الحسد بصوا يا جماعة مش هكمل المعلومة وبعدين عزروني معا انا بقى حديكم معلومة مهمة لا لا حنطلع فاصل هنطلع فاصل بقى انت ايه صاحبة البرنامج انت جاي ضييفة انت يومين عالكرسي ده وحتقومي اتفضل اه الاجانب بقى عظوماتهم نرجع لمرجوعنا اه فاصل بقى فاصل قعد عالكرسي ا Chronتل اردال ارمو ارمو امر ارمو 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 يا جمال العيش وحلاوة العيش وحلاوة الأكل وجمال الأكل يلا بقى بسم الله وجمال الحشو أحلاوة حجة بسم الله حجة بصي بقى قوليلي بجد من غير ما تجذبها دي الوجبة كام دي الوجبة كام بجد دي أنا قلت دي عصاية هاضربك بيها هاضربها في قلبك هاضربة مين اه اضربة كانت شين ما تركزي في البداعة اللي قدامك دي أنا بديك طفحة اتفحيت ولي هاضربك دي الوجبة كام دي واجبة ايه وانا بعد ما تجاوبي على السؤال انت عارف انا نستغربها بجد احنا كنا مقضيانها ثلاث وجبات دي الوقت يبقى وخمسين واجبة طبعا ان الأكل دا طول ما انت صحية بتاكلي انا عايز اقولك ان انا طول الوقت في المطبخ بعمل ايه ما اعرفش فجأة طلع عندي مواهب طبخ دي انت عايز اعمل صنية بطاطس باللحمة صنية لحمة لوحدها بالبصل لحمة باللحمة طب اقولك لحمة باللحمة بالبصل وبعدين عايز اعمل عاشة مميز وبعدين فجأة بعد ما يتعشف ساعتين يقولك احنا جانين فحسيت ان انا مره رجلية سخنة اكتشفت ان اكتوابه في المطبخ بليه سبع ساعات لانك بتطبخ وتغسل وتطبخ وتنظف وتطبخ وما تبع الطبيخ وبعدين بدأت تجيلي افكار وانا في المطبخ انا بصراحة زيت 4 كيلو عايز كميل انت عشان انا مش فاضية انا عندي شغلة في البيت لا بصراحة بحب اطبخ بالنفس اقولك الفراغ بتاع البيت بينمي عندك الشعور بانك عاشة تبخ اه ما انت قاعدة بق وراك ايه اللي هتنزلي ولا هتطلعي ولا هتروحي انا بقى دلوقتي عشان ايه من قطر الاكل باكل الحشو وبعد كده عشو الوحدة فكرة جديدة بطريقك الاكل انا عايز اعرف بقى يعني الساحل والصيف السندي حيباش اكلوا ايه الناس كلها بتعمل رجيم قبل ما تطلع الساحل بشهرين عشان القوام امتصار القوام بتاع الميوهات مش تحس ان انت مسكعي صغية اه انت مسكة افقي انا مسكة لقصي الساحل السمال هباشاكو يا جماعة اننسحة بحجمها ايه مش لو رحنا اه صح دا لو رحنا مش هيبقى حتي تاع بالنسبة للعوامات هنعمل ايه لا عوامات انت مش محتاج عوامات حمتش في الميوهات لا العوامات موجودة الحمد لله بروز امامي بروز خلفي بروز بوء حتطفو فوق الميوهات عارس احنا عايزين العوامات السودة القديمة بتاع الزمان اه اللي كانت بتتأجر عوامة البطة لا المدورة السغنانة السفرة والحملة دي مش هتنفعنا معاتش خلالة نعايزين بقى السودة الكبيرة مم فاكرنا اللي كانوا بيجبوا لها منفاق عشان ينفقوها كده اللي بتقوها موجودة في المراكب دي لعشان تكفي الأحجام تجي تقعد بقى في البسين تش المية تقوم فايدان فايدان لا بجد كلنا بنكل في وقت واحد بنكل كتير انا حاسة ان انا بقيت مدورة بص حنشوف بقى لازاليزي السندي يعني ان شاء الله ربنا كتاب لنا ان احنا نروح السحل الشماني ونقابل بعض مفيش حاجة اسمها تخنت مفيش حاجة اسمها بطنك دلدلت مفيش حاجة اسمها فيه تمانية كيلو لا عادي اتعامل معاه عادي لا ونعمل حاجة تانية كمان انسف ميوهك القديم لان الميوه خلاص ما عادش يجي مقاسك انت لازم تجيب تلاتة اكس تلاتة اكس كلنا هنلبس مقاس واحد وتالي الميوه القديم مش هيدخل فيه لا لا خلاص بقى القديم ده نجيبه بقى ايه عرفة اللي هي ايه الوانات كتيرة بقى بعيدة عن بعضها انت احمر اغضاء انا هجيبه فسفوري عشان ابان ابان في الميوه بس انا مبسوطة على فكرة عفة ليه دايما اقول الفترة دي فترة لزيزة و جميلة و حلوة ايوه طبعا الحمد لله لا انا هتخلصنا منروح المنافسة بنا وبين بعض يعني دايما كان كله بيتنافس ازاي يبقى الوسط ستين ازاي الوسط تسعة وستين لا دلوقتي يشتغلوا ايه لا انا هروح اشفط و انا هحصيب نفسي كده اشفوتي ايه ده المعدة بتقدي كده هتشفوتي اعتكلي هتشفوتي اعتكلي وبعدين انت عالي ما انا بقولك هتشفوتي ليه ازاي كان كل الستات هيبطخن و كل الجلع هيبطخن تشفوتي الميل نمشي بقى ايه نشغل ده كترة التجميل حبيبتي التخسيس غير التجميل لا مش تخسيس شفت اشفت شوية الدهون اللي زدناهم انا لسه هعمل تخسيس بس احنا مكملين حجر انت كملي مع نفسك انا نزل هو شغال الحجر هتشفوتي انا زي ما حطلع تقرير دلوقتي حيطلعون انا برا الحجر انت شايفة كده؟ وما حدش جي جنب السندويتش ده يعنتي شايفة انك اوه م الكملة البوزة دي حلوة وحنطلع زودت وزنك شوية؟ اكيد طبعا لا انا زاي الوحدي ايام وايام سابتو 2 اتقول ما وزدبس الوحدي ما بتحركتي بالبيت عادتك في البيت خلت الموضوع ايش في البيت نتبطعتش في البيت خالص؟ لا ما بيحبش عدد البيت طب حنا هنمسك الراجل ده جماعة عشان ده بيلتزمش بالحظ بتاكلة دي بقي؟ بأكل ايوو بالنقنق بنابنقنا البعض واشين ساعة مش لايه حاجة تعمل فتاكل نقنق ازاي اللي هو ورك فارخ يا بتاكل اه نص نص كيلو لحمة ولا حاجة بايه ايوو ايجيت خمس ست مرات عشر مرات ما امسعها ازعدلك انا ما بقولش ليه؟ زهق وبنطلع غلبنا في الأكل هل وزنك زاد الأيام دي بسبب الأعدة في البيت والأكل وكده؟ هي الأسرة كلها مش لوحدة الباب خلاص بم هاكل ليه؟ هي الأعدة محتاجة إلى فوق قولها وانا بأنه أنا كويس عشان مش مصدق ها هو كويس جدا لا لا بجد والله مواما كلمة ها هو مواما بأنه كويس جدا ماشاء الله طب يعني انت بسبب الأعدة في البيت وزنك زاد ما انت عندك ميزانك بقى؟ ها والله العظيم وربنا زاد مكتب الله زاد ماذا؟ لا كتير طب هل المادام بجد وزنها زاد بعد الحظ؟ ايه المادام كان وزنها زاد من قبل الحظ ها فكرة هو اللي قال مش عنا قول لى بقى كام ست دلوقت وكم راجل بيجي وزنوا بسبب الأكله كده؟ كتير كتير، تالحاريم أكتر المادام تخلط؟ اه طبعا اكيد تخلط طبعا هو اللي قال مش عنا؟ لا انا اللي قلت ها 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 السلوك سؤال في البنات ما بتحبه؟ طويل أخانتي؟ كتير ليه؟ من الأهدا في البيب بقى والأكل وكده ما قالك أنت بتجري ليه؟ ما بميتش عادي ومشي عادي رح أبزل نفسي توزني نفسك؟ هاجي معي هاجي توزني نفسك ليه؟ ماشي نعرف أنا زيت ولا لا؟ يبقى بتاكلي كتير؟ أكيد كم مرة بتروحها التلاجة بالليل وهم مش واخدين بالله؟ بالليل وبالنهار رحضت تلاجة جنب السية عندي بسبب المكارونة والحازر اللي إحنا فيه والله أنا بخليهم يناموا وبروحوا بالراحة برضو عشان أكل كم مرة غفلتهم وروحتي على التلاجة؟ كتير وبالليل بصراحة كتير جدا ده أنا أول ما بدخل وحطيه للأكل بقى شوية نص ساعة أبوصة لقى نفسي جريت على التلاجة مدامة إيه؟ مش تعبينها في الموضوع؟ المدامة برضو بتغفلنا وبتروح داكم من ورائنا من ورائكم عايشين كلنا من وراء بعض كم مرة خلتيهم نايمين وروحتي على التلاجة بسبب اللي إحنا فيه دلوة؟ لا كتير إيه موضوع ان انت بتفتح التلاجة لقيته على الجوة؟ هو على طوب يحب ينام جوة التلاجة بعد ما الكورونا بقى تخلص ويقولك إن نزلوا الشوارع أنا هيا زيها؟ نغضغ الدنيا هتاكل إيه؟ عايز لحنة واص وكواوع لحمة واص وكواوع؟ سمك جنباري سمك وجنباري عايز تعط فصصوا بزرح نفسي بقى فيكوشة للماصر بصراح إن شاء الله أنا نبقى الملخية أهلاً 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 شرفتي يعود ونورتي أهلاً أهلاً لما أغزة جتي علينا وإحنا بناكل ما عرفش إن انت دخلالي بعود أصب عود البطن قلت أجيب لكو عود البطن وأنا جاية وأوريكو بقى العود وبقى أعمل الزي هتورينا إيه؟ يختج البت بقت جلدة على عجل هو إحنا مش كنا من شوية بنتفي إن إحنا حناكل في الحجر الصحي الحجر المنزلي وأنا هنأكل صحي قبل ما تروحي وأخلص منك يا بعيدة الحجر الصحي يغلوك مني يا رب ما تخسي يا بدرية وتفضلي بروزات في كل حتة يا رب بصي جايبها بصي شفط ملت حلت إنتي مش هنفع معاك غير عملية شفط لا هي الدكتورة هي مش إنتي الدكتورة ولا أنت اللي خاسة ولا هي اللي معضمها أنتو فيك وقب الزبط دين ملان معاك دكتور نهال حافظ وحبيت أن أرد أجيب لك حالة عود البطن عشان كلنا وإحنا قاعدين في البيت نخس إيختي واسقة من نفسك شفت شو هي بتقول عود البطن لو سمحت إنتي الدكتورة نهال محمود حافظ أيوة ليه محتفظة باسم محمود حافظ ليه مش حافظة على طول اسمي بقى جدي بحبه يا أستاذ التغذية أيوة الدكتورة التغذية علاجية وحاصلة على ماجسترة التغذية العلاجية من الجامعة الأمريكية يا أختي جميلة بصيب تتحق وريني أسنانك يا أختي هما ليه دايما بحس كده أن هما مش مدين لدكتورة التغذية ده حجمه الطبيعي ده إحنا الوقت ده أهم وقت ده إحنا كلنا قاعدين في البيت ليل ونهار الستات صبح وليل وعصع مين يكلوا أنا شك أن إنتم اللي مسلطين علينا في الحجر المنزلي لا والله يا العظيم مش إحنا بس إحبسوهم يكلوا وإحنا مكسس إحبسوهم لا والله مش إحنا بس هي ظروف البلد وإحنا كشعب مصري بنموت في الأكل الستة المصرية تقوم تعملك الكيكة تحط عليها كبايتين سكر تيجي بالليل ونص كبايت زبدة صناعي ونص بلدي وحبت زيت بقى في الصناعي عشان ما تنزلش ولا بقى عصير مانجا ولا فراغ اللي بتعامل ب3-4 معالق سكر وإحنا قاعدين يعني المشكلة في السكر؟ السكر يا سكر إنتا سكر المشكلة إن إحنا الفترة دي قاعدين في البيت مش ورانا غير إيه طول الوقت ناكل إيه نفطر إيه نتعشى إيه نتغدى إيه إن شاء الله أنا بوعد الناس كلهم إنهم هيتطلعهم من الفترة دي لو إحنا محافظناش على أكلنا هنطلع تاخنين عشرة وعشرين وثلاثين كيلو لحد حيروح ساحل ولحد حيبقى عوض البطر لازم نشوف تبهون فيه إنتياختش جامعة أمريكية؟ أيوة وأنا برضو جامعة انجليزية لا دي هوا أباوت طوقة سرة جامعة؟ يعني جامعة من غلية ما وردتش على حد أيوة يعني ما نزلتش في الخريطة لسه لأ وأحلى حاجة بقى ستات في مصر تقولك إيه؟ أنا جسمي مظبوط مفيش غل البطر وتلاقيها تسعين كيلو أنا جسمي مظبوط ومفيش غل الأرداف وتلاقيها مت كيلو يا جماعة إحنا قاف في كل واحد وعنده منطقة تجمع دهون سببها مش وراسي خالص الوراسي ده عشرة أو عشرين في المية سببها الأكل الكتير السكر والدهون والأكل بالنيل والكرش اللي بيطلع ده سببه أكل يبقى إحنا وبطلنا أكل هيبقى عوضنا عوض البطل زي أروى وأحلى والله تمام؟ طيب نعمل إيه بقى؟ إحنا محتاجين نبطل أكل مش قادرين كلنا بنفكر في الأكل أهم حاجة إن إحنا نقفل الشهيط نقفلها إزاي؟ أنا أقولك نأكل حاجة زي الفشار تنفش جوه وتشبعنا صح صح فين بس نأكل فشار يفشر جوه وأج لا زي نأكل حاجة تنفش في المشار إسمعي القبلى إسمعي القبلى إسمعي القبلى يا بتتكلم ماشى قبلى تفضل كلمين برضو إيه بتعلمنا؟ كلمين انجليزي عيوني نأكل حاجة تنفش في المعدة نأكل حاجة طول ما انت شايفها التلاجة قدامك مش هتبص لها هتقفليها تاني أو هتشربي مية وتمشي نأكل ألياف الأنا سيليم ومش نأكل على فكرة نشرب ألياف الأنا سيليم ده عبارة عن سيليم هاسك عبارة عن قشور السيليم المادة دي بتنزل في المعدة بتقفل الشهية بتنزل في المعدة بتحرق الدهون بتنزل في المعدة بتخليكي عندك مش قادرة تبصي الأكل أمو بستاوي إسمعي الدكتور بتقول إيه أمو بستاوي معلش برضو جراني أمو بستاوي معاك هي قولي ألياف الأنا سيليم أي حد عاوز يخس أي حد عاوز عوده يبقى عود البطل أي حد عاوز يقفل شهيته ويحرق الدهون ياخد ألياف الأنا سيليم الألياف دي بتقفل الشهية هتخليك يطول الوقت ما تفكريش في الأكل إيه بقى ألياف الأنا سيليم دي ده منتج مراخب أنا سيليم أنا سيليم ده عبارة عن قشور السيليم أنا مدري أيوة أنا سيليم أنا سيليم أنا مدري دي حاجة كده يعني ده اسم المنتج أنا سيليم هو عبارة عن إيه؟ قشور السيليم القشور دي إيه السيليم بقى؟ السيليم ده عشب موجود في الهند طب أنا يعني روح الهند أجيب سيليم وانتي مش كنت في جامعة بنغال هناك جامعة مين؟ بنغال هناك بنغال؟ أه أيوة وطباوت أنا سيليم أيوة بنغال بنغال عرفاه بالنسبة للعود البطل طب البطل برضو عايزة تعمل حاجة أنا عندي هنا بصي فيه عوامة عليكي وعلى الأنسلية أهم حاجة أعرف بدرية وزنك قد إيه؟ والمنطقة بس دي اللي مدايقكي ولا سبعين طيب سبعين وبعدين أنا عوامتي يعني عجباني دي كدابة دي خمسة وتمانين لا سبعين طيب بتاكلي كم واجبة في اليوم؟ ما تعدش يا جيمي كتير؟ ما عرفش أنا ما بعدش لو بتاكلي كتير يبقى محتاجة ثلاث مرات في اليوم مرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء ومرة قبل الفطار هتاخدي الباكت على نص كباية مية وحنشرب بعديها كباية المية وأنا معايا هزبط لك الأد الياف دي هتوصلك لحد البيت هتبعث هالي خلاص؟ أيوة هبعث هالك وعاوز أقولك إن إحنا بنتبع معاك على السوشيال ميديا أي حد محتاج يخس أي حد عاوز عوده يبقى عود البطل يا أختي عود بطل عود بطل ولا أنت عشان بردو شايف نرتك شوية وضربها البدلة لبيضة بس مدبالك أنا عايزاها تقعد ثلاث مرات في اليوم بس مش عايزة يجرى لها حاجة لا دا عاوز أقولك أنه هو يعني مش عايزة في اليوم العشين ألاقيها وقعت من طولها طبعا في ناس كتبين تتمنى يحصل الله دا بس يعني مش عايزونه يحصل معي ايه يا بتتمنى دا نشيلك مستقبل لا أنا عاوز أقولك أنه هو مش بس مرخص دا ينفع للأطفال من سنة ثلاث سنين ما هي البطل اللي جنبك اللي بتقولي علينا شايف بيدي خالص ينفع ناس اللي عندهم ضغط وسكر وقلب ناس اللي عندهم تكييسات ايه؟ 88 88 دا ايه يعني ما كانش عاجبك؟ لا كنت مع الطول دا كانت بيدي يعني تبقي بطاية حلوة كده يعني بتلعب جنباز كتت كتير قوي كتير زي أنا كنت كام كنت 68 كيلو وبالعب جنباز كنت بطل الجنباز سيبيها دي بتوع تقرفنا كل بنا ما تطلع فيه تقولك أنا كنت 68 في 68 بلعب جنباز لا طبعا كنت بلعب هات الصورة حاضر بس كلام كتير ما نحبش ثاني هات الصورة الفنزي يبدأ يشتغل لا ما الفنزي يشتغلوا بالصورة هو مش بيستك عليها اه يعني صورة قبل وبعد نشوف اه معاكي انا معاكي ايوه ايوه تمام لا 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 اركب ايه؟ انا كنت تخينة فعلا قوي خلينا بقى في قصة الست مش في قصة كتيرو كنت بتلعب جنباز لا دا 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 يعني قبل ما كنت تخينة اه اه قبل كتير معقول انا فجأة لقيتني بوم عشان كان بتاخد كورتزون فكان بيبتح الشهية معاها ومعبي مية تحت الجلد كنت بتعالجي ايه بقى بالكورتزون اه لا انا كنت تعبين اصلا كان عندي مشكلة بباب ايوه ام اسود قبل ايوه بطل 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 قبل اللي انت عملتي دا انا هطالك عيشك الجلد عشان تجيني بدلة بيضة وتمسيش نفسك عليها على فكرة انا بموت في الجسم اللي هو ايه اللي هو ايوه ايوه انا كستة شرقية بحب الجسم بتاعي جدا بس هي بتحب الجسمه رفيا لا اسمه عرسي لا بس اخلي بالك الفياعة برنا انتش لا عندها ايه دا انا هاخسيس هبصي الجنب دي جاية وتقولك التخسيس لا دي الفياعة جدا ايوه انا عن نفسي ستين كيلو وبحب جسم كيلو طب معلش انتري نفسك وقومي وقفي كده لا ايه لا امي وقفي معايزة اواريك حاجة عشان انا بقى اللي هاخسيسك لا رفياعة اعراضي اعراضي انتشي ما بنشوفيش ولا ايه ولما اقولك اقفي اتوقفي ميش كلامي اقفي بقى انت عبدا شوف لا اعتقل عليك الاول اعتقل عليك الاول بين ان هي بقولك كيلو انا لو قمت مش هادر اعوة بقولك خلينا فيها هندهولها ثلاث مرات في اليوم ايوه ان شاء الله هتوصل النتيجة زي النتيجة اللي هي وصلت لها انت مسرماية كم فيه ارواك انا عندها ارادة ارواك انا عندها ارادة مش اي يا جماعة اللي عاوز يخس هياخد المنتج مع النظام اللي احنا هنعمله لازم يقع عنده ارادة لا انا ما عنديش ارادة خلي الارادة معاها لا ارادة والتزام لازم تلتزم لا انا مش ملتزم خليكم معا تبورينا تاني كده وحديك الاناسين تبورينا تاني كده كان شكلها ايه لا زي الأمر في كل حالات دكسة يا طبع الحزن بص 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 الموديل ده كم كيلو ده كم كيلو انا عارف يا بدلين انك ما تحبش الجسم الموديل ده بس ده الجسم اللي ماشي دلوقتي دي وانا حاط لعلب الساستين وامشي على نقول ايه الراجل من غير كرش ما يسواس كرش لكن دلوقتي برضو الراجل من غير كرش بنحب يعمل فرمة الساحل لا بنحبه كده يبقى بادي بيلدين كده وفرمة ساحل الراجل من غير كرش يا حبيبتي ميز كرش وبعدين تقول لي كرش جامعة امريكية انت وتقولي كرش هي نزلت ما شاء الله عليها كم كيلو تمانية وتلاتين كيلو انت كده تمانية وتلاتين انا نزلت من وزني انت ما بتسمعيش ولا ايه؟ كان تمانية وتلاتين بقيت خمسين كيلو انت بقيت خمسين؟ اه في وش العضو يعني جاي تخمسي في وشينا على ايه؟ على ايه معظم؟ خمسين؟ لا وانت تقولي كده؟ مية ثلاثة وسبعين يعني طويلة طب اللي انا عرف من الوزن يبقى قد الطول لا لا ده مش شرط هو اهم حاجة احنا بننزل نسبة الضهون وده الميزة اللي في الاناسيليم انا بنزلك نسبة الضهون وبحافظ على الكتلة العضلية يعني بحافظ على الحرق وحنزلك البطن بتاعتك ما تقلق ايه؟ طب الاناسيليم ده بيعمل ايه بقى في بطن بدرية؟ حيقفل الشهية رقم واحد حيمتص الدهون لما نمتص الدهون يعني هنزبط سكر وضغط وكريسترول وحد عنده تكيوسات طب الله يخليكي انا ما عنديش تكيوسات بص الله يخليكي بتقولك بطن بدرية بصي الكرش بصي حامل في التاسع ده من اكل السكريات وشرب المياه الغازية طرامة هي تخينه من فوق يبقى ده سببه بتاكل السكريات ولا اه امه لأيه سبب الكرش؟ معهاش ايه؟ انا ما عنديش كرش انا مش تخينه اساسا انا كولي واحد وسبعين كيلو اهه من الزلم الوزنها عشرة كيلو تواحد وتمانين انا اقول الصراحة اقول الصراحة ولا اه اقول فعلا انتصار واحد وسبعين كيلو انا فكرة لا اعادية ممكن تبقى واحد وسبعين كيلو بص يا دكتور احنا نطلع برا نشوف رقائك الانسكان الاف الاناسيليام الاناسيليام نتابع مع بعضينا ست ايام وانا معاكي على الفيس اه على الصفحة بتاعتك بس ممكن تورهاني عشان يشوفها صفحتنا ده كمان في حاجة بقى انتصار اعودين نقولها احنا عامين مبادرة حظر الدهون هتخس وانت قاعد في البيت يعني كل الي عاوز يخس كل الي عنده مت sod Europe يدخل على صفحة اون تارجت صفحة الاناسيليام او صفحة دكتور نيها الحافل يقول لنا انا مشكلتي بطني انا مشكلتي اردافي انا مشكلتي الجزء اللي تحت انا مشكلتي كتافي انا مشكلتي تانيات الض task واحنا حنحللك كخبراء تخذية مشكلة انا عنديش مشكلة فى اردافي ما عنديش مشكلة فى كتافي انا كل المشكلة حتى الدهون قد كده هنا هو سأدخلي على صفحة فارما وخبراء التغذية سيحلو لك المشكلة خبراء على حت الدهون طول ما هي مش مصدقة وطول ما هي في وضع ان هي فكرة ان هي عرضت أزياء عرضت أزياء وطول ما هي مش رادية تقوم أول ما قلتلي ها قومي ما عرضتش تقوم ده قوم قالتلي مش حقدرة وبعدين مين قالك ان انا مش عرضت أزياء بعرض عبيات كل شوال ايه عباية وعملة كده لا 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 انت تشترك معنا في موادرة حظر الدهون وحتخصي وانت قاعدة في بيتك لا تقولش قدامها طب هنتابع معاك يا دي على الصفحة يعني نقض معاك يا دي أزياء على الصفحة على حسب كل واحد بيخص يعني المفروض ان في الأزياء بنخص من 2-3 كيلو ده على حسب كل شخص بس اهم حاجة اي حد محتاج يخص اي حد عنده مشكلة في منطقة تجمع الدهون او عنده سمنا موضعية في منطقة معينة يدخل عندنا على صفحة اون تارجت فارما او صفحة الاناسيليم او صفحتي واحنا هنخليه عود البطل زي أروح طب بصت بقى ده ستات ورجالة ستات رجالة أطفال عند كل الباسات كله الاناسيليم ينفع لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية يعني من سنة 3 سنين ينفع تغديم لانا استغربت له برضو انت بتقولي للأطفال فطالما للأطفال يعني يبقى انت ما امنا له يبقى ده منطقة طبيعية منطقة طبيعية ما هي طفلة يغتي جميلة انت لما كنت بتغدي وتتعاملي معاه حبيتي ولا لا وهو كان بيحبك يغتي تنزلي في الاسبوع قد كم جرام انا كنت تبع مع دكتور نهان بقول لها باخد ايه وماخدش ايه وماخدش ايه ومعمل ايه ومعملش ايه لحد ما هي ما قالتلي بصي انت لازم تلتزمي معي علشان انت لو ما ملتزمتيش هترجعي تاني زي الاول واكتر فانا بطلت ملتزمي معيها وبقيت اخدو ما بيننا يعني باخد قبل الغداء بساعتين بالزبط باخد اكتنين باكت عشان كده جاية نترك تفك علينا ايه طب مش لاحق بس هي بطلت دلوقتي اه لا خلاص هي بطلت وانا قاعدت اثبت معيها بس هي كل فترة بتاخدو عشان هو بيريح حركة الهضم وبيريح حركة القولون طب هو بيعمل ايه بقى اول حاجة بيعملها بيقفلش الشهية يعني يا بدرية هتروح عند التلاجة هتفتحيها وتقفلها تاني تشربي مية وتمشي تاني حاجة بيعملها بيحرق الدهون وبيمتص الدهون والسموم والفضلات اللي في جسمنا وبيحسن حركة الهضم وبيحسن حركة القولون يعني انت اللي عندها قولون يا جماعة اما تاخدوا قولونها بيرتاح معا هو بيعمل بيسد الشهية وبيحرق الدهون دي اهم حاجة عندنا بس هو ليه فواية تانية كتير ده هو بيزبط السكر والضغط والكلسترول الناس اللي عندهم سكر او ضغط او كلسترول بيزبطوا هو بيعمل ايه هو بيزبط سكر الدم ما بيخليكيش لدهون ايه المسابقة عشان اخش المسابقة بتاعت عود البطل هي عاملة مسابقة ايوه عود البطل في ثلاثة يعني عود البطل ده السؤال بتاعنا وحطى على فكرة صح حطى صورتي على المسابقة اني انا اللي هو ايه بصي اهو عود البطل بدرية اهو معروف ملفوف مشتوف اللي حيجاوي بيدخل على صفعتنا اللي هي خصم خمسين في المية الملفوف اللي محشي ايه ده اللي مشتوف لا الملفوف اللي هو الجسم الملفوف اللي هو أنا أنا اللي عود الحلم لا انتش اللي مشتوف خالص بصي انا سكتا انا مش عايز اتكلم طب الاولاني ايه ناخد الاولانية ايه الاولاني ملفوف مشتوف معروف لا انا معوج معروف ايوه جاوبوا على الصفحة بتاعتنا على قونتارجت فارما هيكون فيه خصم خمسين في المية على منتج الاناسيليم اللي يجاوب صح طب انتش اشتريتي نفسك بقى يا بنت محمود حافظ وجبتي على البيتين ثلاثة هدية ايوة جايبان نصفتي شوفتيها بانيكي داخلها انا هخليكم تتجربوا وتطلع الحلقة الجاية تقولي اخباروا ايه؟ عمل معاكوا ايه؟ احنا معاكي على الصفحة من دلوقتي ايوة على صفحة On Target Farmer اعمليلي follow عيوني follow اه لا انا بجد بحييكي على اهتمامك بنفسك واهتمامك بوزنك عشان تبقي عنوان لنفسك ان انت دكتور التغذية اللي هو اشوفه لان انا بستطعب قول لما لقيه دكتور التغذية وحجمها كبير وبتتكلم في التخصيص فانتي خير يعني دعايا لنفسك ومبسوطة جدا ان تجبتن التطبيق بتاع التجربة وانا سيليم انا سيليم انا سيليم اشرفوا اه بوستي بقى احنا كمان عامليم مسابقة مش انتي بس يا حبيبتي عوض البطن ايه مسابقة ايه؟ ليه سمينا البيت ده بترايا وفكينا عشان يخشرنا مزيتين زي دول ونعد اخوانتي مين قالك ان احنا هنصيبهم يخرجوا من هنا بالسهل اه نعم جبتي انا سيليم قبل ما تروح يا شابة أيوة جبتي كم علبة عود البطل علبتين لكل واحدة فيكو علبتين لبتستعبط دي العلبة كم جرامة وبالنسبة لجوزي وعيالي وأحفادي والهدايا اللي حنهديها للجرام لا نجرب الأول عليك ونشوف نتجه نجرب ايه أنا عبالما روح البيت والحلقة تزاع كل الناس هتقولي هتنى أنا سليم اللي كان الدفع عندك فيه عيوني عيوني ليكي ولي العمالة بتوعك عيوني ليها وإنش ليها يا بكتور النهال علبتين بتقولك علبتين لكل واحدة فيكو إيه اللي علبتين أيوة أقولك علبتين أيوة يا بكتور جاية فردة أدلوك علينا بكتور بكتور قومي وريني منظرك بكتور جمال بص البيت تعملت صحيح عودي البطل الملفوف أنا بقى جبتين علبتين وغليكي الجرأة تخش الستوديو وتخش بيت راية واسكنة بغليكي عودي أشوف بطنك بس أشوف بطنك بس أشوف بطنك أيوة عشان بس يا جماعة تشوفوا بطنك قبل الأناسلي يا مبعد الأناسلي أهو شاشطة أهو شاشطة أهو شاشطة أهو شاشطة أهو شاشطة لو عايتك حودي البطل أهو يا حاببتك حودي البطل أهو تعال خسيسك إحنا اتبسطنا جدا جدا يا دكتورة نيهال بإن إحنا استضافناك النهاردة وإنك عملتش معنا فقرة جميلة وإنك قلتنا على حاجة ما كناش نعرفها وأهم حاجة بقى إن إحنا نستخدم كل ده وإحنا قاعدين في البيت المنتج هيوصلك لحد عندك هتخسي وإنتي قاعدة في البيت من غير لا تنزري ولا تطلعي ولا تروحي لا وكمان إيه المراقبة عن طريق الفيسبوك يعني عن طريق الفيسبوك والواتساب فمش محتاجة أكلمك في التليفون حتى أقولك حصل وما حصلش لا لا ده إحنا سيبت كلميني في التليفون وبتبعثيلي على الواتساب وبنفضل متابعين معيك سواء على الصفحة على الانستجرام إحنا مبسوطين جدا إن إحنا شوفناك النهاردة وكده أنا اللي بقى في الحلقة سواني بس سواني سواني كده نكون وصلنا نلعاية الحلقة من برنامج بيت ريا عسكينا وعايزين نأكد على مسابقتنا وعايزين نقول لكم لو حطرت عليها بعد كيف تسرب بالشك دوت أنا هغيرك على فكرة هغيرك بالنسبة للهداية طب أمي وريله من الهداية وأنا باختب أمي وريله من الهداية طيب ثلاثة في طور þدي اما نشوف هداياتي هنا أنا أعريز أقول لك يا جماعة أن الهداية دي بقلها بقلها تل centre سنين عندنا ميادة هدايتك هي ميادة انتفررتش فيها ذي صور ريا وسكينا أيوا ذي صور ريا وسكينا يا جماعة Kelabi son بعينك أولا بتأخذي واحدة أيوا ريا وسكينا واجب ان تجعل الأسفل أريد شكولاتة ذي ريا وسكينا 20 العشرين عود الباطل ملفوف وانا لسا يام نحن شوف وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا منهاردة من برنامجكم الجميل الحلو اللي فيه بدريا لوحدها بيت ريا وزكينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة